انا سأسأل سعادتنا ابراهيم الشحاح دي سؤالين السؤال اول يتعلق بألية التعارف هذه التي قال عنها رئيس الوزراء وطنطنة لها يعني وسبس يعني انا شخصيا سألته فقال تعارف ألية التعارف هذه يعني بتصل فيك مثلا على سبيل المثال اريد ان اتعرف عليه هوياتك لا اعرف ماذا يقول لكم يا سيدي هذا تبخيس لمعنى الحكومة البرلمانية نتحدثنا عن حكومة البرلمانية لها خارطة طريق واهداف واضحة وتتعامل مع ملفات واضحة ومن ثم تأتي المحصلة في النهاية الى توزير النواب وهذا شيء يعني معيب وتبخيس لدور النار انا لم اقول توزير اشراك في الحكومة قلت توزير وتحدثوا عن توزير النواب وانه هناك حقائب احنا خليناها للنواب لبعد اربع اشهر حتى نتعرف عليهم وبعد من نتعرف عليهم احنا اعطينا وزير الداخلي ووزارة البلديات بدنا نشيل من عنده وزارة البلديات احنا مقبلين الحكومة هاي تحدثت هذا يدلل على ان الرؤية للواضعة الحكومة وسيسة الحكومة تحدثت عن انه ستسرع في انتخابات البلديات انا يستدعي تسريع انتخابات البلديات ان يقف فريق وزاري كامل ليتعامل مع هذا الملف وانت تعرف الان الشارع الاردني وما يدور في الشارع الاردني ساعتنا انت تجيب على شيء انا لما اسألهم اسمح لي اسمح لي اسمح لي فيه تعارف بيصير ولا ما فيه تعارف سيدتي والله انا لا اعرف يعني مع عارف يحصل تحت القبة بصورة طبيعية انا اجيبك انا انا اجيبك انا اجيبك انا اجيبك الان القضية واضحة للشارع الاردني واضحة للشارع الاردني انه ما المقصود من ذلك هل هي طعم للنواب قبل الثقة هل يعني الآن يعني قلت لك كذا تبخيس لمعنى الحكومة البرلمانية وهذا يعني الشيء اعتقد يسيء لسلطة الشريعية احنا نمتحدث يا سيدي عن دائما بتحدث الحكومات احنا قانون انتخابي لسه يعني مش واصلين لحد انه يجينا قانون انتخابي عصري لسه ما وصلنا لها الدرجة ما وصلنا ان تكون في حكومة برلمانية ما وصلنا ان يكون عندنا في حكومة حزاب لهذه اللحظة هذا الكلام يعني يسيء للشارع الاردني ويتلقى الشارع الاردني اعتقد باحتقان انت تتحدث عن حكومة برلمانية ومن ثم تنتهي الحكومة البرلمانية الى توزير النواب وكأنها ترضي طب انا انت شخصيا كشخص انا ساعت النائب براهيم الشاحد الاعرض عليك ان تكون ضمن الفريق الوزاري القادم بهذا الفريق لا تقول لي يعني بال18 نائب الان ورئيس الوزراء الان فعرضوا عليك المريد ان تتفضل علينا وتكون ضمن هذا الفريق الوزاري انت من حيث المبدأ ما عندك مانع؟ سيدي كل نائب يؤمن بانه حينما ذهب الى ناخبيه ذهب لهم ببيان انتخابي وهذا البيان الانتخابي يأمل النائب ان يطبق هذا البيان الانتخابي وهذه اعتقد في كل الدول الديمقراطية النائب حينما يذهب للشعب ما بصوته فيه لعيونه بصوته فيه لبيانه وبالتالي بده كيف انت بتطبق بيانك؟ بتطبق بيانك في السلطة التنفيذية الآن يا سيد العزيز في ظل حكومي انت لا تستطيع ان تطبق بيانك اذا استمرت بهذا النهج سيحكم عليها بالفشل وبالتالي يحكم عليك انت كفرد وعضو في هذه الحكومة ايضا بالفشل فاعتقد انك تتق الشبهات وتتعد عن هذا المسجل اما انه تيجي حكومي حكومي برلماني صرفي تتعامل مع الملفات الساخنة الداخلية والخارجية البيئة الداخلية والخارجية وهذه الحكومة كان ما سألتك هذا السؤال لو اجد حكومة من هذا النوع انا تحدث عن هذه الحكومة ستطبق الشبهات بالنسبة لك طيب هناك دعوات مبكرة خرجت بها بعض الاحزاب سعاد وفاء بني مصطفى وبعض وسائل الاعلام للمطالبة بحل المجلس مبكرا هل هذه مبالغة يعني الان اخوانا هم الشهرين جماعة شغالين هل هذه مبالغات هل هذه يعني منطقية طلباتهم اخوانا انا بحترم كل وجهات النظر من حق كل شخص ان يتصرف من خلال موقعه المعارضة في الشارع لها ان يعني تقول ما تريد لها ان تقاطع ولها ان تشارك لكن اذا حلنا مجلس النواب كما حصل في المجلس ال 16 والمجلس ال 15 يعني في ذلك اليوم كنت في مناظرة مع احد اعضاء يعني مع الاحترام له احد اقطاب المعارضة فقلت له اذا حل مجلس النواب وجاء قانون انتخاب جديد هل توجد ضمانات باشتراك المعارضة في الانتخابات القادمة يعني نحن لا نريد ان نبقى ندور في حلقة مفرغة يعني حتى قانون الانتخابات الذي شاركت على اساسه في هذه المرة انا شخصيا في المجلس السابع عشر قانون انتخابات لعام 2012 لم اكن راضي عنه وكان لدي اعتراضات على نظام الصوت النظام الانتخابي وعلى قانون الصوت الوحد وكان لدي اعتراضات على القائمة النسبية وكان لدينا اعتراضات على التعليمات التنفيذية للهيئة المستقلة للانتخابات وطريقة احتساب القوائم الوطنية التي قزمت القوائم الوطنية ونقلتنا من وهمية الدوائر الى وهمية القوائم فخرج لدينا نواب وطن بصيغ فردية يعني كل هذا كان لدينا تحفظات عليه ولكن كل منا اختار أن يعبر عن موقفه السياسي بطريقة انا اخترت ان اشارك لنفس الاسباب التي اختار البعض ان يقاطع من اجلها فبالتالي لا نريد ان نبقى ندور في حلقة مفرغة لا بد ان في النهاية ان يكون هناك طريق واسلوب للخروج بالامر ولكن يعني فلنتفق على نقطة من يريد ان يغير في التشريعات من يريد تعديلات دستورية من يريد قانون انتخاب عصري عليه ان يكون داخل القبة لانه في ذلك الموقع يكون مشرع قادر على ان يتبنى قرارات قادر على ان يذهب الى المحكمة الدستورية ويقول هذا القانون غير دستوري بالتالي الطريق الوحيد المعروف في كل العالم وفي كل الديمقراطيات لتغيير اي حالة وليحداث اي اصلاح سياسي او اقتصادي الشارع هو ليس الشارع انه غيروا هل معتصمين في ميدان التحرير هم الذين ذهبوا الى قبة البرلمان من اذا نعم انتخبوا من ذهبوا الى قبة البرلمان من الذي غير من الذي وضع الدستور المصري اللى القايم الدنيا وقاعد عليه الاخوان المسلمين اللى اوصلهم الشارع المصري الى قبة البرلمان لماذا نقبل بالمعادلة في بعض البلدان ولا نقبل بها في بلدان سأحكي لك ليش لأنه على سبيل مثال مجلس النواب الأردن الآن كما قال أحد أعضاء مجلس النواب الأردن الآن الحالي والمجلس صادق هو لا يقرر من تلقائي نفسه هو يأخذ ألو بشهد نائب نعم هذا إذا أراد هو أن يأخذ الألو هو وصف حاله وليس حالة وصف حاله أم وصف حالة الله يشوف أنا لما نتحدث عن المجلس البرلماني الحالي أنا أعتقد أنه جاء بقانون مجزوء وأنا مع تغيير القانون وإذا لم يغير قانون الانتخاب أنا يعني بعد دخولي للمجلس أعتقد أن المجلس بلا بوصلة من خلال إفراز الصوت الواحد إذا لم يكن هناك مبني على أطر حزبي وأحزاب داخل المجلس أعتقد الكتر الوهمية لا يمكن أن تسد محل الأحزاب لا يمكن أن تهلي يغير قانون الانتخاب يا أستاذ إبراهيم سمحينا سمحينا نعم يغيرها قانون الانتخاب نعم يغيرها قانون الانتخاب حينما يتغير قانون الانتخاب ويشترك فيه جميع الأردنيين ويشترك جميع الأحزاب أنا أعتقد ما بنزل 62 قائمة وطنيين القوائم الوطنية كانت فكرة جيدة أسيء استخدامها لم تتحدث عن عتبي لدخول مجلس النواب لو قلنا 10% وأصبحت شفتي إفرازات القائمة الوطنيين نعم متفقين الآن لحنا 150 نائب 150 نائب أعتقد بالمجمل بمية برنامج بمية وخمسين برنامج هذا الحكي سهل جدا للحكومي أن تفرض الرأي الذي تريده من داخل مجلس النواب الآن أنا بعد دخولي مجلس النواب أعتقد جازما أنه بدون أحزاب داخل مجلس البرلماني لا يمكن أن تكون السلطة تشريعية سلطة قوية هذا اللي حكينا من أول محكي طيب مدام كلنا عارفين ومتفقين على رفضها من الذي وضع هذا القانون؟ من الذي وضعه يا أخي؟ كنتم رفضين كنواب ونحن كشارع وإعلام والدنيا كلها رفضة حتى رئيس الوزراء لا يحب هذا القانون طيب من الذي وضع هذا القانون؟ نحن هذا اللي بنتكلم عنه أن المعارضة لازم تدخل على مجلس النواب وتغير القانون عندما كنا نتكلم على مصوت على قانون الانتخاب ولا نستطيع البصور على الأحلامية لا يدخل معارضة هذا القانون لا يدخل معارضة نعم لو شاركت المعارضة ومسا قانون آخر قد يكون لدينا أمل بزيادة من يريدون تغيير القانون بزيادة من يريدون إجراء تعديلات مثلا مهمة في بعض مواد الدستور بزيادة من يريدون زيادة تعديل قانون الانتخاب هذا القانون أحدث خلال حتى في بنية المجتمع الأردني حتى داخل العشائر نعم صوت واحد شرذم الوطن شرذم الوطن نعم نعم كيف ستدخل المعارضة من خلال هذا القانون هذا جاء القانون لتقزين دور العزام إذا انتكلم على المعارضة لماذا لم تشارك نعم نعم هم محقين في ذلك أنا أعتقد أنهم محقين في ذلك بقول لك شغلاء نحن الآن لنعترف أننا نمثل 25% من المجتمع الأردني الانتخاب المجلس إذا أخذنا نسبة الاقتراء المقترعين من خلال من يحق لهم فرد أردع المواطنين نعم أنا أعتقد أنهم لم يشاركوا لم يشاركوا حاليا جاوبت لا أريد أن أقول لك أن أفصلها الآن إحنا يا سيدي العدد المقترعين نصف عدد المقترعين من يحق لهم التسجيل سجلوا وهم نصف الشعب تقريبا نصف الشعب ونصف المسجلين صوت 50% إذن المعادلة هذه ليست معادلة فريدي في الأردن هذه نفس المعادلة التي حدثت في مصر هذه نفس المعادلة التي تخرج الكونغرس الأمريكي أخي هذه ليست حالة فردية هذا الحالة التي تخرج حتى نقاباتنا المعادلة أصبحت عندي قناعة لذلك بسبب أننا دخلنا مجلس النواب مجلس النواب دخلنا الآن كل قراراتنا ما فيش قرارات ما فيش كتل واضحي أنت بتتحدث عن قرار موحد الكتلي هل تستطيعون أنتم ومئة وخمسين فكرة ومئة وخمسين برنامج أن تخرجوا قانون انتخابات مطبحنا هو يعني كنحن وكمواطنين سيدي أنا أعتقد إذا لم يخرج هذا المجلس النيابي والحكومي تكون جادة ومجلس النواب في أن نخرج بقانون عصري توافقي أعتقد أننا في الململة إذا صارت انتخابات في المرة القادمة أعتقد أنه من الصعوبة بمكان أن تجر الشعب الأردني لسناديق الاقتراح